موسيقى اهلا وصلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بينرام الصحافة دائما نتابع وإياكم أبرز المستجدات على الصحة الصحفية من المحلية والدولية البداية دائما مع الشأن المحلي حيث نتابع في شبكة الرائد مقابلة خاصة مع عضو مجلس النواب جلال الشوهدي هنا تحدث عضو مجلس النواب جلال الشوهدي في حواره مع شبكة الرائد عن أسباب تأزم العملية السياسية ومعرق للاتفاق السياسي وتوقعاته حول مخرجات مؤتمر بليرمو قال الشوهدي عن أسباب تأزم العملية السياسية بأنه لا يوجد اتفاق في مسألة تفاوضية ترضي الجميع وأسباب تأزم العملية السياسية أسباب شخصية وليست حاصلة في قصور من الاتفاق السياسية وهناك مواد يرى بعض الأطراف أنها تعنيهم بأسمائهم وشخصهم فيما يتعلق باشتراط إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي قال أو من قبل مجلس النواب قال الشوهدي إن المادة الثامنة هي السبب الحقيقي في التأزم في تطبيق الاتفاق السياسية والمؤتمر الوطني الذي حل مكانه مجلس الدولة كان شرطه في الاتفاق السياسي إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية في الشرق أصبحت تبنى على شخصيات معينة تبع الشوهدي بالقول إنه إذا طبقت المادة الثامنة فستختفي هذه الشخصيات نظرا لوجود تقارب بين أعضاء من مجلس النواب والمؤسسة العسكرية في الشرق فقد جرى مقاومة هذه المادة فضلا عن رفضها المطلق تحدث عضو النواب عن مؤتمر بليرمو المقام الشهر القادم قائلا بأن الأطراف الدولية لم تحدد بعد منهم أطراف الأزمة في ليبيا فاجتماع باريس دم أو ضم رؤساء المجالس الثلاثة أي الرئاسي والدولة والنواب بالإضافة إلى قائد عملية الكرامة خليفة حفتر ولكن هناك أطراف أخرى لها سيطرات على الأرض لم تحضر ولم تدع وأظن أنها لن تكون موجودة في مؤتمر بليرمو المزمع عقده في نوفمبر المقبل ولن يحدث أي جديد في مؤتمر بليرمو بحسب قول الشوهدي فيما يتعلق بإحطة غسان سلامة أمام مجلس الأمن وقوله بأنه سيتجاوز مجلس النواب إذا ما استمر في المماطلة بإصدار قانوني لصفت على الدستور قال الشوهدي لا يستطيع سلامة أن يتجاوز النواب أو مجلس الدولة وهو خارج من تجربة بلده لبنان وهي قريبة من تجربة الليبية فمجلس النواب الليبي سمر 15 عاما أو لبناني عفوا في ظل الحرب الأهلية اللبنانية وبعد اتفاق الطائف اجتمع مجلس النواب وصادق عليه ولكن مع الضغط على مجلس النواب وعلى بقية الأجسام المنبثقة على الاتفاق السياسي وأيضا القوة العسكرية التي يمثلها خليفة حفتر إلى صحيفة المتوسط نقرأ هناك الوطنية للنفط إعادة تأهيل بئرين منتجين للنفط الخام إليكم بالتفاصيل هنا أفرت المؤسسة الوطنية للنفط بأن شركة مليتا للنفط والغاز قامت بإعادة تأهيل بئرين منتجين للنفط الخام على الرغم من كل التحديات الأمنية والصعوبات الأجسطية وذلك بعد دراسة شاملة كافية وافية قامت بها إدارة هندسة المكامين بالشركة وذلك بالتعاون مع إدارة تطوير الاحتياطي بالمؤسسة الوطنية للنفط أشرت المؤسسة التي تمكن مهندس الشركة من تطبيق تقنية الرفع بوحدة الأنبيب الحلزونية التابعة لشركة شلم بريجر على البئر الذي توقف عن A52 الإنتاج منذ يوليو 2017 وذلك بسبب انخفاض ضغط رأس البئر بشكل مستمر ما حال دون تدفق النفط الخام لفتة إلى أنه تم تطبيق هذه التقنية لأول مرة في الحقول اللي بيجا يوم الثامن عشر من سبتمبر العام الماضي حيث تم ضخ الغاز المنتج من أحد أبار الغاز في أنبيب الانتاج الخاصة بالبئر A52 وذلك لضمان تدفق النفط الخام عنوانت بوابة الوسط عمال نظافة يعثرون على رفاث شخصين في بقايا دبابة جنوب طرابلوس هنا عثر عمال نظافة على رفاث لشخصين في بقايا دبابة في منطقة مشروع الهضبة الزراعية الواقعة جنوب العاصمة قالت قوة الردع وتدخل المشاركة محور أبو سليم الكبرى بأنه وردها بلاغ من فرع الأمن المركزي أبو سليم من عمال النظافة الذين يقومون بتنظيف منطقة مشروع الهضبة حيث وجدوا بقايا لدبابة محترقة تخص الأطراف التي هاجمت العاصمة الشهر الماضي وداخلها رفاث لشخصين اثنين كما لفتت قوة الردع ومحور أبو سليم الكبرى إلا أنه جرى التواصل مع مركز شرطة طريق المطار الذي بدوره قام بالإجراءات القانونية اللازمة واختار النيابة العامة حيث تم إحالة بقايا الجثث التي تم استخراجها بمساعدة فنيين متخصصين في الطب الشرعية في صحيفة المرصد نتابع هذا العنوان والذي يقول في دورته الثانية والعشرين انطلاق مهرجان الخريف السياحي داخل مدينة هون هنا انطلقت فعاليات مهرجان الخريف السياحي في دورته الثانية والعشرين في مدينة هون هو المهرجان الممتد لأربعة أيام انطلق من منتزه الفوار بحسب اللجنة المنظمة ليستمر حتى يوم الأثنين القادم في مناطق مختلفة من المدينة يشمل هذا المهرجان العديد من المناشط والفقارات التوعوية والمتنوعة والندوات الفكرية والأمسيات الشعرية فضلا عن تلك العروض الفنية والمسرحية بالإضافة للمعارض المصاحبة للأطعمة والمنتجات الزراعية التي تتميز بها المنطقة الوسطى والأزياء والمقتنية الشعبية والمنتجات الحرفية ووفق اللجنة المنظمة للمعارض فانه ينظم سباقات وعروضا للفروسية وتحدي للرمال وسيارات الدفع الربعي والعديد من المفاجآت الصنوية مبينة أن تنظيم المهرجان تزامن مع موسم إنتاج التمور التي تشتهر بها واحد هنا والمدن المجاورة لها في منطقة الجفرة ويعد فرصة لتسويق المنتج الزراعية من التمور يشارك في هذا المهرجان العديد من فرق الفنون الشعبية والمسرحية من أجدابيا سبهة وطرابلس ومرزق والخمس حتى المرج ومسراتة حيث يحرص العديد من الصحفيين والإعلاميين والشعراء والقصصين والمثقفين والمهتمين بالسياحة الداخلية على المشاركة والحضور خاصة وأن التقص يميل الاعتدال والبرودة ويعتبر مثليا مهرجان هون ينظم منذ أكثر من 20 عاما بمجهودات الأهالي وبعض الدعم الرسمي والخيري في بعض الأحيان وبعد هذا المهرجان ويعد هذا المهرجان نافذة ثقافية مهمة تشرع صنويا لنشر الموروث الثقافي والفني والإنساني والسياحي لوحات المنطقة الوسطى يتسم بحفاوة الأهالي وكرمهم وحسن استقبالهم للزوار المحليين منهم فضلا عن الأجانب نقرأ في المختار العربي برلماني الليبي للمختار العربي أعضاء مجلس نواب يعقدون جلسة غدا في العربية الجديد نتابع وعود باستثمارات إني تدعم الوساطة المصرية بين كولمان إيطاليا وخليفة حفتر نطالع في بوابة إفريقيا صندوق الزكاة في بني وليد يتعرض للتخريب ومن بعده للسرقة في ليبيا الخبر عنوانة مفوضية شؤون لاجئين أكثر من 193 ألف نازح داخل ليبيا حاليا نشرت صحيفة عن ليبيا مقالة للكاتب عبدالواحد حركات يحمل العنوان التالي مهمة بشاغة جاء في المقالة التغير الوزري السالس الذي تم في حكومة الوفاق نجاح لا يروق لمن استطاب الفشل أو حملوه وباتوا يقاتلون من أجل صناعته وإدامته لأنه يبرر فشلهم أعتقد أن الحسابات السياسية خاطئة ومضللة على المستوى الأمني إذ أن الأزمة الأمنية ذات جوهر اجتماعي وليست بسياسية فهناك حماية وترويج اجتماعيين لأغلب الماريقين على السلطة السعين إلى ربط المجتمع بشخصهما يقول الكاتب الليبيون جميعا يبحثون عن الأمان والعدل لذا يتشبثون بكل قشة ويعتقدون النبلة بكل مدعن وهذه هي المأساة بعينها والجريمة المزدوجة التي يشترك فيها المواطن القانع بسلطة أفراد لا مرجعية لهم ورجال السلطة الضبطية الذين انسحبوا آثر الهروب من أداء واجبهم الوطني بل وخزنوا بدلاتهم ورتبهم مفسحين المجال لغيرهم موت قيمة رجال الشرطة والهيئات القضائية جريمة تتحمل مسؤوليتها وزارة داخلية وإعادة الحياة لهم مهمة أساسية لوزير داخلية الجديد فتح بشاغ وهو تحدي كبير عليه أن يخوض بجرأة وحسم وسرعة وأي عمل سواه لا يعد كونه إعادة لفشل سابق المهمة صعبة وليست بمستحيلة والظروف الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية مهيئة لاتخاذ خطوات جدة لإنهاء حالة العبث الأمني فالمواطن اليوم ينتظر من الداخلية أن تتحمل مسؤوليتها وأتوقع من بشاغ الكثير من الإجراءات والأعمال وعليه أن يتحمل مسؤوليته ويتصدر قرارات ويصدر قرارات سريعة بإلغاء أي وجود أمنية لا يتبع وزارة داخلية يقول الكاتب أيضا كما يفترض أن يقوم بزيارة ومتابعة كل المناطق التي لازل تشكل نقاطا سوداء بالنسبة للحكومة وأن يعيد كافة رجال الشرطة لأعمالهما كذلك على بشاغة ألا ينتظر الترحيب من أحد بل عليه أن يؤدي وجبه الوطني بل ويقنع الجميع بالأفعال وليس بالأقوال على المشاهدين نتابع عبر الزمجاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فقرة المنصات هنا عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك هنا رئيس المجلس البلدي تجور سيد حسين بن عطية يقول البناء والتنمية والإعمار لأي مدينة يبدأ بالبنية التحتية تكلفة مشروع البنية التحتية للجزء المخطط داخل تجراء مليار وستمائة مليون متى تعتقدون يتوفر هذا المبلغ وهل تعود الشركة المنفذة للعمل في ظل الفوضى الأمنية والعسكرية في ليبيا الإجابة لديكم فيسبوك أيضا هنا المدونة السياسية سيد السنوسي إسماعيل أشريف ابن الجنوب يقول مطالب منطقية جدا ومشروعة يمكن تلبيتها بالصبر والضغط السلمي وعدم ارتكاب أي أخطاء أخطاء جنوح للعنف أو إقفاء المقدرات الشعب الليبي الصبر وإيصال الصوت عن طريق وسائل الأعلام واستمرار التواصل مع كافة الجهات الحكومية والسيادية والأهلية والمنظمات الدولية هاشتاغ هنا يتحدث عن حراك غضب في الزان فيسبوك أيضا في التدوينات هنا سيد علي فدان وهو الناشط والمدون السياسي يقول أعتقدنا أن قضية التطبيع مع إسرائيل قد تحرف الأنظار عن قضية خاشقجي وأذبها تبقى في الصدارة اختيار توقيت زيارة نتنياهو كان ذكيا استغل انشغال الرأي العام ليقوم بما قام به وكذلك الحال وصول الوفود الرياضية الإسرائيلية إلى قطر والإمارات فالتطبيع أتى من دولة تعتبر نقطة التقاء بين كل العرب يتحدث هنا علي فدان عن سلطنة عمان فيسبوك أيضا هنا المدونة سيد خالد الديب يقول هذا ما حدث تخلفنا لأننا نظرنا إلى الماضي ولم نتعلم ونظرنا إلى الحاضر ولم نتحرك ونظرنا إلى المستقبل ولم نخطط العرب كتبوا التاريخ لكنهم ظلوا خارجه لقرون فالالتحاق بركب الحضارة مجددا ودخول التاريخ يقتضي معرفة كيف خرجوا منه خرجنا من التاريخ يوم توقف الاجتهاد وأحرقت كتب العلماء فضلا عن كتب الفلاسفة إلى الشأن الدولي حيث نطالع في صحيفة القدس العربي تنظيم داعش الإرهابي يستعيد حق للعمر النفطية من قوات سوريا الديمقراطية في صحيفة العرب اللندنية عنوانة واشنطن تتمسك بالتسوية السياسية بديلا عن القتال داخل اليمن أما عن دوتشيفل أو دي دابليو كتبت ميركل تدعو لدمج المزيد من اللاجئين في سوق العمل أما عن عربي واحد وعشرين فقد كتبت فقدان ستة عشرة مهاجرا مغربيا وغرق طفلين قبالة السواحل الإسبانية أما عن موقع الجزيرة نت فنقرأ هناك الإجهاد يقلص حجم المخ هنا فار دراسة طبية أمريكية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من هرمون الإشهاد أي الكورتزول أكثر عرضة لضعف الذاكرة وانخفاض حجم المخ في منتصف العمر أجرى دراسة باحثون بجامعات تكساس وهارفرد وبوستن وكاليفورنيا حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانت لديهم مستويات مرتفعة من هرمون الكورتزول كانوا أكثر عرضة لضعف الذاكرة وتراجع المهام المعرفية الأخرى بالإضافة لانخفاض حجم الدماغ مقارنة بأقرانهم الذين لديهم مستويات منخفضة من الكورتزول كما قال قائد فريق البحث بكلية الطب بجامعة هارفرد الدكتور جاستين أتشوفو يؤثر الكورتزول على وظائف عديدة بالجسم لذا من المهم جدا إجراء تحقيق كامل في الكيفية التي قد تؤثر بها مستويات هذا الهرمون العالية على الدماغ أضاف الدكتور بقوله نعتقد أن دراستنا هي أول بحث كبير يستكشف أخطار ارتفاع مستويات الكورتزول لدى الأشخاص في منتصف العمر على الذاكرة وحجم الدماغ بالإضافة إلى تأثيراته السلبية على مهارة تفكير أشار أتشوفو إلى أنه من المهم جدا أن يتبع الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من الكورتزول طرق تقلل من الإجهاد مثل الحصول على قسط كاف من النوم والانخراط في تمارين رياضية معتدلة وبانتظام على المشاهدين إلى رسوم الكاركاتر ترجمة نانسي قنقر وشاهدين نقطة الختام في بني رام الصحافة دائما أشكركم على المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة